شاب ثري على خلق ودين تعود على فعل الخير مع من يعرف ومن لا يعرف دائما تسبقه ابتسامته ولا ينطق لسانه إلا بالطيب من الكلام تقدم لخطة فتاة لم يخبرها بثرائه فقوبل من أهلها بعدم اهتمام وصل في بعض الأحيان لدرجة السخرية بسبب طيبته الزائدة والتحدث بألفاظ راقية والرد بآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولإصرار الفتاة عليه واقتناعها به تمت الخطوبة واتفق الشاب على زيارة أهل الفتاة مرة في الأسبوع والجلوس بينهم على أن يتم عقد قرانه بعد شهر من الخطوبة كان الشاب كريما جدا مع الفتاة وأهلها حيث كان في كل أسبوع يحمل الكثير من الهدايا القيمة للفتاة وأهلها ومع ذلك لم يلقى من أهل الفتاة حسن استقبال أو معاملة مما جعل الفتاة تقول لأهلها في حزن وبعيدا عن خطيبها لن أطلب منكم سوى ما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجد ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه والقائل أيضا لا يشكر الله من لا يشكر الناس لم يهتم أحد من الأهل بكلامها وظل الشاب متمسكا بحسن خلقه ومعاملة الجميع بود وتذكيرهم ببعض التعاليم الإسلامية حتى تمت خطوبة أخت خطيبته وشاهد بعينيه مدى الحفاوة وحسن الاستقبال لهذا الخاطب الذي لا يأتي لهم بأي هدايا ولا يعرف سوى النكات والخوض في أعراض الناس والسخرية من الجميع حتى يحظى بضحكات أهل خطيبته فحزن كثيرا ولكنه لم يبدي هذا الإحساس لأحد حتى تم الزواج وبعد مرور الشهر على الزواج لم يذهب أحد من أهل الفتاة لزيارتها والاطمئنان عليها فحزنت كثيرا وطلبت من زوجها الذهاب معه إلى أهلها للاطمئنان عليهم فحمل الزوج كعادته الكثير من الهدايا لأهل زوجته وهناك وجد خطيب أخت زوجته في حفل نكات وأهل زوجته غارقون في الضحك ولم يشعروا بقدومه وزوجته فقرر الزوجان مغادرة المكان ولكن والد الفتاة نادى عليهما قبل الخروج وقال لابنته إن الخير يأتي مع أهل الخير لقد قرر خطيب أختك إدخالنا في مشروع كبير سيجعلنا من الأثرياء ابتسم الزوجان ثم غادر المكان وعندما شعرت الزوجة بحزن زوجها اعتذرت له وأخبرته بأنها قررت عدم زيارة أهلها نهائيا فابتسم وقال لها وهل تعتقدين أني سأوافق على قطيعة الرحم إنما يحزنني شيء آخر فقد سألت عن خطيب أختك وعرفت أنه للأسف كان موظفا مرتشيا وفوصل من وظيفته وقد نصب على كثير من الناس وأخشى أن يكون والدك ضحيته الجديدة وإذا أخبرته بذلك لن يصدقني وربما اتهمني بالحقل عليه ولكن عليك أنت تحذيره بطريقة لبقة اتصلت الزوجة بوالدها وحذرته من خطيب أختها فضحك وأغلق الهاتف وبعد شهر واحد فوجئ الزوجان بأهل زوجته يأتون جميعا يبكون ويطلبون من الزوجين إنقاذهم حيث أن خطيب أختها أخذ مدخراتهم ومنذ ثلاثة أسابيع لا يرد على اتصالاتهم وعندما ذهبوا إلى شقته علموا بأنه تركها منذ فترة وأنها كانت مفروشة ولا أحد يعرف مكانه حتى الآن وقال الأب لابنته نعتذر جميعا لزوجك على سوء معاملتنا له رغم كرمه وحبه لنا لقد علمنا الفرق بين الكريم واللئيم ولكن بعد فوات الأوان ابتسم الزوج وطمأن أسرة زوجته ثم أعطاهم المبلغ الذي أخذ منهم ووعدهم بأنه سيبحث عن هذا المحتال ويقدمه للعدالة وطلب منهم تغيير سلوك حياتهم وارتباطهم بالله والالتزام بطاعته حتى يرضى عنهم ويبدل عسرهم يسرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعاه وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى ترجمة نانسي قنقر